إلى آخر الأخبار الرياضية وأخبار الملاعب وصباح الخير حسام نصار نحن صباح نور في حالك لما محمد يعني منشستر سيتي يتوج بالدوري الإنجليزي احكي لنا عن هذا اللقب وكيف أصلاً وصل لهذا اللقب يعني هو مهند الأمانة كان أمر متوقع يعني كان السيتي من بداية الإيابة هو معروف أنه سيكون اللقب الدوري الإنجليزي من نصيبه للأمانة مشستر سيتي قدم موسم استثنائي هذا العام مع مدرب الإسباني بيبي جوارديولا رغم يمكن نحكي النكس اللي تعرض إليها الإسبان الماضي أو الهزة اللي خسر على إثرها من هفسته على لقب الدوري أبطال أوروبا وإذا خسارته في الديربي أمام يونيتد هاي كل هالأمور يعني المفروض ما تخلينا يعني ننسى أنه جوارديولا حقق ما عجز عنه الآخرون في الستي أو حتى في الدوري الإنجليزي بشكل عام قدم موسم استثنائي خسارة مبارح اليونايتد بيضابط هي منحة الدوري يمكن هذا الأمر يعني مقلق أو مزعج بالنسبة للعشاق اليونايتد خصوصا أنه يعتبر المنافس الحقيقي اليونايتد اللي هو مشستر سيتي خسارته يوم أمس بالأولترافود يعني أهدث بيبي جوارديولا نحن نحكي عن سبع دوري من أصل تسعة يعني هذا اللي عمره بيبي جوارديولا اللي نشوفه على الشاشة نعم عمل إشي استثنائي صراحة مع الستي وعندي مجموعة أرقام يعني لازم نحكي يعني نحكي سبع يعني بس دوريين راحوا منه مرة مع برشلونا لصالح ريام الدريد والموسم الماضي مع السيتي نحكي مهند نحن أنه حسم الدوري قبل خفز جولات من نهايتها حقق هذا الموسم في 18 فوز متتالي مع الستي يعني أطول سلسلة لهزيمة في تاريخ هذا النادي بكل بطلات نعم يعني اجتمع الجهد والتخطيط الجيد بالإضافة للحظ الجيد اجتمعوا حتى والله صراحة يعني نبعد شوية كلمة تحظ عن بابي قورديلا لأنه صراحة هذه الأرقام إذا نحكي بلغتنا العامية هي اللي عباته اللي صغيرة تحقيقوا هذه الأرقام نعم متعود عليها يعني أداء أكثر من رائع كان للستي طريقة اللعب اللي كان يلعبوا فيها يعني كان في فرق نحكي شاسع بينه بين أقرب مطار ديو بينه بين منافسي بالدوري الإنجليزي يعني هذا طبعا بالإضافة أنه أول مدرب إنجليزي أول مدرب إسماني يحقق هذا اللقب يعني الإشي اللي عمله هذا السنة زي ما حكيت لك مهند يمكن يضع الدوري الإنجليزي في لحظة شك يعني نحن تعودين الدوري الإنجليزي في منافسة دائما زي ما حكوها منافسة حتى آخر جولة أو آخر جولتين لكن نحن نحكي عن بابي قورديلا مع السيتي زي ما حكيت لك من الذهاب من مرحلة الإياب اسم اللقب هو تقريبا اللقب معروف يعني مبروك صراحة لعشاق السيتي مبروك للمدرب بابي قورديلا مبروك لعشاق هذا المدرب أيضا اللي إله عشاق كثير كبير بالعالم ككل سواء في إسمانيا أو حتى حينما كان يدرب باري منخ لكن يبقى موضوع لدوري أبطال أوروبا هو الشغل الشاغل للي عشاق السيتي للياست نادي ما شستر سيتي نحن نعرف أنه رئيس النادي أو المالك النادي هو الشيخ منصور بن زايد الإماراتي هوسه وهاجسه سيكون دورة أبطال أوروبا لننتظر مع بابي قورديلا موسن من قبل على أمل أن يحقق هذا اللقب نعم مبروك هذا الإنجاز الجميل والعظيم وفيه طاقة كبيرة وسرعة ممتازة في الحصول على اللقب إصابة نيمار إلى وين وصلت وتداعياتها آخر أخبار نيمار والله هناك أخبار نوعا ما مريحة ومطمئنة لعشاق السامبا البرازيلية المصحي التعبير نيمار ظهر يوم أمس زي ما نشوف ظهر وسائل إعلام فيه كان له هناك حفل خيري في ساوباولو البرازيلية نيمار لا زال يمشى على الحكازات لا زال يعاني من إصابته لكن يجب تحكي خلال تسرحات الأطلقها نوعا ما أنه فيه فيه أخبار مبشرة عن عودته نيمار أعطى نفسه تقريبا لمدة شهر من أجل التعافي من هذه الإصابة تعرض يعني إصابة مؤلمة مام مرسيليا في الدورية الفرنسي تقريبا محتاج لمدة شهر للعودة نوعا ما إلى الملعب ممكن خلال شهر يستغنى عن الأعكازات أكيد هو حتى بالأخبار أطلقها حتى مدرب باريسان جيرمان إيمري حكى أنه تقريبا محتاج لمدة شهر أو 40 يوم للعودة إلى المستقبل الأخضر يعني هذه الأمور مبشرة طبعا أكيد الدوري المنتخب البرازيلي نعم بحاجة نيمار بحاجة ملحة من أجل أنه يستفيد من خدمات و بس أهم شيء ما يروح مستشفى حكومي لا نعم هو أصلا يعني العلم كان في مشاكل بينه بين ناصر الخليفي رئيس نادي باريسان جيرمان هو أثر أنه تكون عملية في البرازيل و ناصر الخليفي أدى سافر للبرازيل لأطمئنان على هذه الحالة و على المستشفيات نيمار أكيد جوهر و موهمة ببرازيلية تستحق المتابعة نستحق لهم نشوفه في روسيا 2018 عشاق المنتخب البرازيلي يعولون عليه كثيرا من أجل تحقيق لقب كأس العالم أمنياتنا بالتعافي السريع لنيمار و أنه يستغني عن الأركزات و نرجع نشوفه على أرض الملعب ريال مدريد و فوز على ملقة يعني هون لقاء فيش فيه حك كثير مهند إلا أنه مدريد استفاد من تعثر فالنسيا ليخطف المركز الثالث هو الآن أصبح خلف برشلونة اللي شبه حاسم النقب و خلف أتلاتيكو مدريد المبرانة يعني إذا بتتابع تفاصيلها يعني زدان أراح عدد كبير من لعبينه زدان يعني ريح رونالدو ملعب مودريد شكروس هالأسماء حتى مارسلو ملعب لكن كان فيه الفورمال والحالة المعنوية المميزة اللي عيش الفريق الإسباني بعد يعني لداء اللي قدمه فيه دور أطل أربا وتأهله لدور الأربعة أو دور نصف النهاية من هالبطولة أعطى أنه الفريق الأفضلية كاملة خلال اللقاء إيسكو كان واحد من نجوم اللقاء كريم بنزيمة أيضا ساهم بتسجيل الهدف الثاني اللي وقعوا كاسميرو زي بحكت لكريم مدريد موضوع دوري بالنسبله من أسبيع هو محسوم لصالح برشلونة لكن يهم يكون فيه مركز يعني يليق في اسمه يكون مركز ثالث أو مركز ثاني هي أسابيع زي ما التوج الستي أيوم أمس بنقب الدوري الإنجليزي أتوقع أن أسبوع الجاء والبعده برشلون راح يكون بطل الدوري إسباني بشكل رسمي 100% نعم إن شاء الله بدي أشكرك حساب نصار شكرا جزيلا لوجودك معنا في هذا الصباح شكرا